اشتركوا في القناة فتعالوا خلونا نتكلم عن لعبة Call of Duty Infinite Warfare وكذلك لعبة Battlefield 1 أنا ما راح أتكلم يعني عن إعلان اللعبتين أو شكل اللعبتين أو شلون استراتيجية اللعبتين أنا بتكلم عن شركتين اللي هي شركة EA وشركة Activision لأن ليش؟ لأن في شيء اسمه إيجابيات وسلبيات السلبيات غطت على كل الإيجابيات من ناحية لعبة Call of Duty Infinite Warfare والإيجابيات غطت على السلبيات Battlefield 1 طبعاً Battlefield 1 يعني أنا استانست أنه يعني أرده حق الحرب العالمية الأولى وفعلاً استانست بالشيء هذا لأنني افتقدت ألحاب واجد مثل ميداني فهنار مثل بداية Call of Duty يعني ألعاب طابع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يعني أحياناً في بعض أحيان ألعاب ألعاب استراتيجية على البي سي تكون يعني مثل روز أعتقد اسمها شذي روز تكون يعني نظام حرب عالمية أولى ولا حرب عالمية ثانية ونستانس ونستمتع شذي حتى لو كان أيجاب باير أنا أستانس يعني على التقنيات اللي عاشوها البشر قبل وهذا هم شيء بالنسبة لي يعني ككوني كرغبتي كلاعب أنا شنو أحب وشنو أستمتع بس من ناحية Call of Duty Modern Warfare أنا ما قاعد أشوف الكلم استانس أو الكلم استمتع يعني من ناحية الأرض هذا ممكن قلة من الناس استانسوا أوه Call of Duty وشذي ولكن بعد ما راجعوا التريلر أكثر مرة ومرتين وتناقشوا بينهم يعرفوا أن موضوع Call of Duty قس والأسق وتفضلوا الشيء المخجل والمحزن بالموضوع هذا ممكن في بعض الناس يقولون أوه والله عصفورين بحجر أوكي عصفورين بحجر هذا بالنسبة لك أنك تبت تشتري جزء Call of Duty Infinite Warfare وكذلك تبت تشتري Call of Duty أو يعني يجي معاها بالأساس لعبة Call of Duty Modern Warfare الجزء الرابعي نعم ريماستر حق الجزء الرابع ولكن عن نفسي أنا أنا وقفت سلسلة Call of Duty من سلسة يعني من الجزء اللي هو اسمه Advanced Warfare لعبتها ختمتها دشيت الموتيبلاير ما طوت بالموتيبلاير وطلعت من اللعبة لأنه فعلا خلاص ما عجبني يعني أو ما عجبني النظام سنويا أعتقد تنزل ونظام الموتيبلاير سنويا لأنه فيه شغلة يعني خلتني أكره سلسلة Call of Duty قبل يعني أوه هذا الحين يبردنا لأيام التسعينيات يبيقول قصة حياته لا لا ركزوا وياي بالكلمة هذه لأنه فعلا شيء مهم لك أنت بالنسبة لك كلاعب وشون أنت تستمتع بالألعاب وكذلك شيء مهم بالنسبة لي ونصنع المحتويات عندنا باليوتيوب ممكن نصنع المحتويات شافوا الرسالة هذه نحط انتكلم عن الألعاب سواء انتكلم عن اللعبة ثانية أو اللعبة ثالثة غير يعني Call of Duty يطلعون مجموعة من البشر اللعبة هذي سامجة حط Call of Duty أوكي إذا نيهون لعبة سامجة خلنشوف الهين ردت فعلكم من ناحية نيهون وهم بعد شنو عندنا بعد عندنا شيء واجهة يعني اللي أنا ودي أقول لكم أحطت كلام عن لعبة فلانية أوه والله اللعبة سامجة حط لنا Call of Duty أوه والله اللعبة سامجة حط لنا Call of Duty استعرضت لكم أحسن وأفضل الألعاب اللي أقدر أقدر أقدمها لكم أنتم تستمتعون فيها ولكن هم بعد أنا ما أجبر المشاهد أنه يعني 24 ساعة يعني يستمت بالألعاب هذي بعد هم بعد له حرية بالكومنت أنه يتكلم ويعبر عن اللعبة هذي إذا أعجبتها أو ما أعجبها لستايل كل الكومنتات أو أغلب يعني بعض الكومنتات أوه والله اللعبة هذي سامجة حط عن Call of Duty Call of Duty أحسن من عندها فهني المشكلة اللي أنا بتتكلم عنها أن ليش أنا أبي Call of Duty توقف من نظري أنا كل واحد وله رأي الشخصي صح؟ أنا ليه رأي الشخصي واسمه رأي الشخصي هذا أبي لعبة Call of Duty توقف مثل ما وقفت سلسلة Assassin's Creed السبب من الأسباب أولا ما نبي إصدارات سنوية الإصدارات السنوية تأب تأب السوق ممكن ما تنعش السوق ممكن تأب السوق أنا أعلمكم ليش نزلت لعبة Call of Duty نهاية السنة نزلت مجموعة ألعاب الناس اشتروا لعبة Call of Duty وهييتوا مجموعة الألعاب مع علم أن مجموعة الألعاب الثانية ممكن تستانس وتستمتع فيها وتفرح يعني أنك انتم تلكت اللعبة هذه فهني تكون المشكلة الناس يمتلكون لعبة Call of Duty بس اكتفينا بلعبة Call of Duty بعدين لا استعرضت لهم ألعاب ثانية والتي كلمت عن اللعبة الثانية اللعبة هذه سامجة نبي Call of Duty هذا هو الصال عندنا هوس وجنون Call of Duty Call of Duty Call of Duty فهذا الشيء يعني أنا ما أجبر الناس أني أقول لهم لا تحبون اللعبة هذه أو أكرهها ولكن طلعوا Call of Duty بر الموضوع استكشفوا الألعاب شقلوا عقلكم شوي شوفوا اللعبة هذه استوعبوا اللعبة هذه اللي أنا قاعد ألعبها شوفوها عدل ممكن تعجبكم ممكن تساعدكم أنكم أنتم تقبلون اللعبة تستمتعون فيها ممكن إذا فيديو ويما عجبكم روحوا وشوفوا قناة ثانية ممكن يلخصون ويضبطون لكم الفيديو ويعطونكم أحسن نظرة حق الفيديو ويشوقونكم حق الشيء هذا فهذا هو يعني هذا الشيء اللي خلاني أفكر بCall of Duty أو فأفكر يعني من ناحية للعاب اللي تم إصدارها سنويا وهني تكون بالنسبة لي يعني مشكلة وبالنسبة لي كنت مشكلة إحنا في أيام التسعينيات ما كانت عندنا يعني ألعاب إصدارات سنوية ممكن تنجح سلسلة أوكي ممكن تنجح لا بأي يسوون منها سلسلة يسوون منها أربع أجزاء وخلاص يكتفون أربع أجزاء ويقولون خلاص إحنا اكتفينها مشانا على النماط مشانا على ستوري مشانا على الأشياء هذه خلاص إحنا اكتفينها إحنا بنحاول نستكشف لعبة جديدة أداء جديد أفكار جديدة فيطلعون ألعاب جديدة ويطلعون أفكار جديدة ويسوون أشياء حلوة وهذا الشي اللي أنا به من مطورين كاوف ديوتي خلاص وقفوا لعبة كاوف ديوتي شفتوا والحين مليون ديزلايك في أحد يقدر يعرض عن مليون ديزلايك ممكن نقول في حالة في ترولين في تشيدي في ناس متعصبين باتل فيه في الأمور هذه وصلوا الشي هذا الموضوع الديزلايك المليون ديزلايك ممكن نقدر نحط احتماليات نقدر ندش بالموضوع ونتعمق وسين وجين ونشوف شنو اللي أدى للمليون نفسه ولكن الإجابة وحدة بالنسبة لي أنه خلاص وقفوا الاصدارات السنوية اذبحوا اللعبة شقلوا الثلاث استوديوهات هذه انفينيتي وورد تراييتش أو وصلاج هامر شقلوهم هذو الثلاث استوديوهات خلوهم يسوينا لعب جديدة الفلوس اللي طلعتوها من كل فديوتي جاء الوقت انكم انتم تستثمرونها بلعب جديدة بأشياء جديدة وأشياء حلوة خلاص ستوب وقف اكتفيجن وقفي شقلي عقلتش مثل ما شقلت مثل ما شقلت عقلها شركة يوبيسوفت وقعد خلاص معنا بإصدارات سنوية نحافظ على اسم السلسلة نحافظ عليها ممكن نوقفها سنة سنتين إلى ثلاث سنوات إلى أربع سنوات ولكن بالوقت هذا نحاول نستكشف أشياء جديدة مثل لعبة فور هانر خلطت باسمها شوي فمثل شذي يعني خلاص وقف وطلع نفسك المجاة جديد طلع نفسك الاستكشاف جديد عود اللاعبين أوه والله هذول استيديو وامفينيتي وورد وامفينيتي وورد ومسوين لعبة جديدة غير عن كولف ديوتي غير عن الأمور هذي خلص تكشفها نشوفوا شون طريقتهم فالشذي أما ممكن أنا ما أقول لكم يعني التفكير من المنطورين نفسهم بالعكس المطورين هم يسوون الشيء اللي يطلبون من عندهم الشركات الكبرى أو الشركات اللي مالكتهم مثل اكتفجن مثل مثل شذي آسف آه فخلونا نتكلم عن لعبة Battlefield يعني بخلص الفيديو هذا من ناحية لعبة Battlefield Battlefield أنا استعنست أن يوم رجعوا لعبة Battlefield للحرب العالمية الأولى فعلا أنا مثل ما قلت لكم افتقدت يعني الطابع أو عنصر الألعاب اللي يكون فيها يعني حرب عالمية أولى يعني يكون فيها حرب عالمية أولى حرب عالمية ثانية مثل شذي يعني فعلا افتقدت يعني كولف ديوتي الجزء الثاني افتقدت كولف ديوتي الجزء الثالث افتقدت Battlefield ألف ومدري كم محطوبة اللي نزل على الألعاب بروضون ان آرم يعني فيها العاب واجد انزلت بطابع الحرب العالمية الثانية وأنا استعنست أني أشوف وفعلا يعني هذه اللي قاعدين يقصونها لك أو يطلونك باللعبة هي فعلا من شيء صار بالبشرية أو يعني شيء حصل بالبشرية يعني الشيء هذا يوم من الأيام ولكن من بالغ مثل لعبة كولف ديوتي انفينت وورفير يودونها للفضاء ويأخذون طابع هيلو هيلو لعبة معروفة لحالها ولها جمهورة ولها اهترامها وكذلك كولف ديوتي لها جمهورة ولها طابعة ولها اهترامها فهذا يعني الشيء اللي أنا ما بي يعني تمادون خلاص وقفوا السلسلة اقتلوا السلسلة شوفوا شون سوى تبعت الفيلد الحين جمعت مشاهدات بالهبل واعجابات بالهبل وهذا الشيء فريد اتمنى ان الرسالة توصل حق الشركة وتعرف ان هذا الشيء غلط وهذا الشيء صح خلاص نوقف السلسلة نذبح السلسلة مانا بشيء اضافي فأتمنى ان اعجبكم حلقة الايلوغ وعطوني رأيكم عن اللعبة هذه تحق بفوق بالامنتيشن او علامة الآي ضغطوا عليها وصوتوا باللعبة وان شاء الله شوفكم مع حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته